بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير على كل مشاهدين الكرام ازايقوا عامليني ان شاء الله الشرح بتاعنا النهاردة هيكون عن افضل مراوح موجودة في السوق المصري بافضل الانواع وافضل الجودة والاسعار بتاعتها بعد زيادة شهر اربعة النهاردة هنقول ايه افضل حاجة تقدر تشتريها من السوق كله سواء المراوح الستند او الحائط تبعوا معنا الاخر الفيديو لشان تعرفوا الاسعار بتاعتهم والموصفات والامكانيات بتاعتهم في اخر الفيديو هنقول كل اسعار كل مراوحة فيهم بعد الشرح بتاعته اول حاجة عندنا هنا دي كاسل دي اللي هي المراوح اللي هي بتبقى المعدن الرشة بتاعتها بتبقى معدن دي بيكون 26 بوصة ده الحجم بتاعتها ويبقى فيه منها 30 اللي هي بتبقى اكبر كان بينزل منها فرش بس الصراحة فرش ما بقتش حلوة في المراوح اللي هي المعدن انضف مراوحة معدن موجودة في السوق دلوقتي وهي كاسل كاسل ملكة محترمة جدا وجودتها نظيفة والتقفيل بتاعتها محترم متوفر منها 38 بوصة و 20 بوصة و 26 و 30 اللي موجودين معنا في الفيديو النهاردة هيكون اللي هي ال 20 بوصة وال 26 بوصة النفاتيح بتاعتها كلها بتبقى من ورا كده هوت نفس الشكل اللي احنا شايفينه كده هوت ده الشكل بتاعتها لفة المطول بتاعتها بيبقى كامل نحاس وده بيبقى افضل واحسن بكتير طبعا من اللفة المتالي العادية القاعدة بتاعتها زي ما احنا شايفينه ان هوت كده هوت بتكون معدن ديت 26 بوصة دي منها اختها بالزبط كده هوت بس دي ل 20 بوصة بتاعتها العمود بتاعتها بالقاعدة بتاعتها بالكامل بيكونوا معدن الريش بتاعتها خمت البلاستيك بتاعتها بتكون تقيلة اربع ريش قوة الهوة بتاعتها بتكون كويسة جدا ده الزرار برضو بتاعتها بتاعتها وهنا الزرار اللي بيخليها تلف لمين وشمال لفة المتالي بتاعتها بالكامل بتكون نحاس دول افضل مروحتين تقدر تشتريهم من شركة كاسل سواء ال 26 بوصة او ال 20 بوصة انه هما بيكونوا نحاس ال 18 بوصة اللي صغر منها بتكون اللي هي الانتمونيا العادية ما بتكونش المتالي بتاعها لفة المتالي بتاعها ما بتكونش نحاس بتكون اللي هي الالامونيا العادية فرش طبعا متوفر منها موديلات كتير متوفر منها اللي هي الشبح ال 20 بوصة متوفر منها السمارت بيانو ال 16 بوصة متوفر منها الجالاكسي ال 15 بوصة دي الحجم بتاعهم فرش من اقوى المروح اللي موجودة في السوية جماعة الصراحة انا رب اعمل مقارنة ما بين مروح تورنادو اللي هي ابدا منتو شيبة ومروح فرش فانا الصراحة هاخد فرش ان فرش الجودة بتاعتها انضف بكتير من تورنيدو والمطور بتاعها بيبقى احسن وقوة الهواء بتاعتها احسن من تورنيدو يعني فيه ناس كتير بتاخد تورنيدو بتاخد فرش انا عندي نسبة مرتجعاتي لتورنيدو فيها الصراحة بتبقى انضف من تورنيدو تورنيدو مرتجعتها كتير والجودة بتاعتها ما بقيتش زي زمان وتقفلها الصراحة ما بقاش زي الاول في رش انضف المروح الموجودة ال 20 بوصة الشبح دي اسمها الشبح ال 20 بوصة وفيه اللي هي الشبح ال 18 بوصة دي الشبح اللي هي ال 20 بوصة وفيه منها ال 18 بوصة ودي اللي سمارت بيانو اللي هي ال 16 بوصة بتاعتها فرش ما بتنزلش الا 3 ريش ترنيدو بتنزل أربع ريش بس الصراحة قوة الهوى بتاعة الفرش بتبقى أعلى بكتير والماتيريال بتاعتها بيبقى أنضف يعني لو جينا عملنا مقارنة ما بين الاتنين وحطينا الاتنين جنب بعض في الماتيريال هنلاقي أن فرش الماتيريال بتاعتها أحلى بس العربي طبعا الضمان بتاعه بيكون أعلى إن هو بيكون خمس سنين وفرش خمس سنين لكن مراكز الخدنة بتاعت العربي بتبقى أعلى بكتير من فرش لكن كاكاوت هوا مروحة أنضف الصراحة الفرش الفرش بينزل منها عادي وبينزل منها بالرمود ده الشكل بتاعتها طبعا المرمود بتاعتها بيكون في منها زراير زي ما احنا شايفين ويبقى في منها الرمود بتاعتها بيبقى عادي شغالة الاتنين طبعا لو جينا عايزين مروحة مصري أو مروحة اللي هي في السوق اللي هي العادية وعايزين حاجة نضيفة في السعر الحنين فأي سي اي اللي هي العطا انضف مروحه في الحاجات اللي هي النو برندات وافضل حاجه تقدر تشتريها تعيش معك برضو تكون كويسة ما تدفعش فلوس فيها على الفاضي من حاجات النو برند هنقول اسعاركم كده دي المروحه للشبح اللي هي الكاستل ال 26 بوصة دي سعرها 1400 جنيه ال 20 بوصة بتاعتها سعرها في شهر 24 250 الشبح ال 20 بوصة الفرش سعرها 1100 جنيه ال 16 بوصة بتاعتها سعرها 750 جنيه ال 18 بوصة اللي هي ال ATA اللي هي الشعبي شوية ب 450 جنيه ودي الفرش اللي اسمها جالكسي دي 15 بوصة سعرها في شهر 4 ب 590 جنيه دي الأسعار بتاعتهم كده هو المصفات بتاعتهم ولو فيه أي استفسار عنهم ممكن تسيبها لنا في تعليقات الفيديو وإحنا حرد على حضرتك على طول وما تنسوش تدعموني بلايك والشير عشان ده بيفرق معايا كتير وبيخليني أعمل فيديوهات أكتر شكرا شكرا